مرحبا ولا سهلا فيكم بحلقة جديدة من Game On ضيفة كلنا اشتقنا له بملاعب كرة السلال البنانية حسن دندش أول شي انا اشتقتلك على صعيد الشخصة واشتقولك كل محبية كرة السلال البنانية أول شي شكرا لك على مرحبتني أكيد اشتقتلك كثير لك و شكرا لك على مرحبتني وأكيد اشتقت للجمهور اشتقت لها اللعبة خاصة في لبنان بس من بعيد عنها بظلني من فترة لفترة بتابع يعني فايه؟ قد تتباع تتابع بس أكيد يعني التابعة الفاينل اللي صار في دوباي وقت يجو في الفرق اللبنانية أكيد بتابعهم بيكون بالملعب بيكون بالصفوف الأمامية دايما بسلم عليه هون يعني بتضلى هيد المواد دي بيناتنا والصحبة وأكيد عمر السنين هيد البوند اللي خلقناها ما بتروح ليش بعدت حسن؟ ليش تلعت من الدورة اللبنانية؟ ليش تلعت لا تعيش بالإمارات؟ شوف بعدني بتذكر انا اخر كونترا او اخر فريق اللعبت معه هون كانت وقتا بهو فريق أطلس يعني الظروف، ظروف البلد ما سمحت لي اني ضل اخدت قرار اني روح عدو باي كان وقتا عائلتي بعيدة عني فقررت اني انقل وقلعت من هونيك وأكيد قلعنا من السفر يعني وعندما كانت وقتا عائلتي ورجعتي عالدورة اللبنانية او عالبلد بالوقت الحالة يعني ما حاططتها از ان option وان فاكتر منه هو ابني وهذا موضوع بالنسبة لي كتير حساس يعني قد ما احكي عنه العليب وحلافت انا اني ما بتركله وشو ما صار يعني وانا بعتبر البي اللي بده يكون ولاده مثل ما بقوله على الزرية الصالحة او من الزرية الصالحة لازم تقضي وقت معهم انا بعتبر اني رجع ابني عالوضع هلأ الموجود بالبلد خاصة هلأ اخر اربع سنين بعيدا عن كرة السلة لانو اي تنك تس بومي بس الوضع البلد ما بيسمح لي اني رجع ابني عا هيدا الانطراج مثل ما بقوله سو اخدت قرار اني كون هنيك بعت اذا بدك انت عن الجو التاكسي انا بحكي تاكسي يعني انا بحكي سياسي ووضع اقلصادي ووضع اجتماعي لانا اليوم في كلمة بيقولها إليم شنطف انا دايما بحبقولها بقول الباسكتبور طلوع والبلد نزول صح يعني انت قلت هلأ نحنا لعبة كرة السلة خاصة هيدا السنة انا بعتبر انه هيدا افضل سنة من اربع سنين لورا ببيروت او بمحيطة او بضواحيها البلد سوبر وعلى طلوع على بروغرشن وبعيد انت عشرين ثلاثين كيلومتر في حرب في شهده في حرب انت قائمة وما بتعرف باي ساعة يمكن تنفتح وتصير شامل عليك يعني انت عصوص ونقطة ما بتقولها سيفدو حدين يمكن توعى عشيه وتنم عشيه وتنم عشيه وتوعى عشيه قول ذو انت كمانا وصلك عروضات خلينا نقول هيدا الموسم بس اما ما احكي عنا عن العروض ببسطك هيدا الموسم انت خلينا نقول كده على تلعب مع فريق الشارقة بالدور الاماراتي وبنفس الوقت انتقلت لتلعب مع فريق بيروت ضمن دورة الدوحة الدولية وبطولة العرب يلفزتوا فيهم اثنيناتهم صح مظبوط بقطر الانترناشن تونت ورجعنا بطولة العرب تواجنة اوبرول الاسبيدنس كلها مع بيروت كانت كيف كانت لقيلها كانت حلوة حبايت مبساطة وليش ما تكملت معهم مع العلم انه كمان هن تقدموا بعرض لقالك وكين بدون يك تكمل مظبوط مظبوط الريزن اللي انا نسمح لي من نادي الشارقة واكيد بشكرهم على هيدا الشي اني العب مع فريق بيروت هو لانه بطولة العرب تندرج تحت بطولة ودي سوما اني بحاجة لا استغنى لو كنت بحاجة لا استغنى ما كانوا بيقبلوا الفريق الاماراتي اكيد لا فلانه بتندرج تحت قدرت انا متل اسحب حالي دورينج دي سيزن وروح اللعب مع نادي بيروت نادي بيروت نادي بطر ربحان بطولة لبنان كان في قلبه في العيبة يعني بقدر علي مزهر سيرجيو علي حيدر الاجانب اللي كانت موجودة الكوتشينج ستاف الادارة البروفيشنال كتير معي اللي كانوا انا ما تنسى كنت ثلاث سنين بعيدة عن الدورة اللبنانية ما بكذب عليك كنت خايفان بمحل من المحلات بس هيدر شعور اني ارجع كان عندي ساكن طوات عليه بس اي تكتشالج بس اي تكتشالج وبهدولة ثلاث سنين كنت انا عم بتحضر يعني ما في نهار انا كنت موجود قاعد وما عم بعمل شي وانت قادرة واحد تعرفني شو الورك اتيكس اللي انا عندي ايهن بس رحت مع نادي بيروت كنت البوزل اللي هن بحاجة لقله قدرت تساعد علي وانت قادرة رايحوا بمحلاته بحاجة لقله اعطي انرجي للفريق من محل تاني سيرجو والسئة اللي اعطوني اياها كوتش ديمي او كوتش جو حتى الادارة كانت بمحلة بمحلة اللي كانت عم بتفوت من البنج نحافظ عالفرق اذا كنا احنا طالعين او نفوت دم جديد وانرجي جديد وقاد كانت بحاجة لهذا الشي واكيد هدا الشكر بيرجي على مي ايجنت محمد لابابيدي اللي لعب دور فعال كتير ويشتغل عالسكات يعني ما اجا قللي انا رح اشتغلك عهاي ورح اشتغلك تالفلة قللي حسن انا اريد ان تكون هناك انا اعطيك ان تفعلك ومشتغل والجام الوحيد اللي انا تشربكت فيه حسيت فيه شي غلط من الجمهور اللي حواليه هيك كان الوقتها اه مجم الحكمة الحكمة بقطر بفتح بطولة قطر ايه الانترناشن تومي هذا الجام اللي حسيت حالي شوية مش شربك وبعدين قلعت وقتها جوا قالي انه حسن لتعامل لفتحبك وقتها قلعت معهم مع العلم كمان انو اجاك حتى عرض سنت الماضي ده الحكمة ده تكون كمان أضمن صفوف وهي أجل عرض من بعد بطولة الدوحة لكن بعد بطولة الدوحة جاني عرض من نادي بيروت أني قمضي two plus يعني هذا اللي كان الحكي بيناتنا two years plus player option يعني ايه player option برجع بقلك ما كنت قادل لأنه كنت بعدني under contract وأنا عم very.. يعني when it comes to this خلاص عطات كلمة للنادي بضلني معه سو ما غيرت عطيت كلمتي للنادي الشارع أني أنا رح ارجع مع أنه بcontract في فيل بايدو هني ما كان I don't think كان رح يوقفوا بالدربة بهذا الموضوع أبدا بس لاني عطيت كلمة كان بدي كون قد كلمتي رجعت وبرجع بقلك النقطة بترجع على ابني يعني علي علي is on another level بالنسبة لي إلي تلقيت عرضات كمان during the season بعد بطولة دوباي تلقيت من الهومانتمن as we move forward بالseason تلقيت من الحكمة كان بالدنياني بال play-offs final four بطولة وصل بس بجعب إليك كنت under contract ما كنت قادر أعمل شي كنت عبجرّب إطلع من ال contract بمحل من المحلات بس it was impossible يعني على صعيد كمان بطولة آسيا لا نحكي شوء أكتر عن عروضات لا هالموسم تحديدا لأنه كمان وصل لك عروضات هالموسم مزبوط كمان محمد لببيد انت عم تحكيني تلقى بيشتغل على السكات يشتغل معك على السكات وكان عندك عرض مقدم من قبل نادئ الرياضي لتطلع معه مزبوط بس ما قدرت تطلع لأنه ممنوع الإعارة ضمن بطولة آسيا وقت علي صارت علي منصور صارت معه هيدا الخبرية باعتبر حالي أنا باعتبر باعتبر أنه نظلم فيها هاي كان في يعني لببيدي أعطي لي لإعارة تبعية الرياضي بس ما زبطت ما قدرت تتكمل لأنه وقت سألوا أنه عنا هيدا اللعيب نقدر نحن نجيبه وقت قصة الإعارة ما كانت باعتبر ما كانت تحتقدر تزبط يعني من بعد كل هيدا النجاح اللي قدرت تحققه خلينا نقول مع فريق بيروت وحتى مع فريق الشارع أنت عم طلب هنيكا لاعب أجنبي كمان بالدور الإماراتي وحتى عمشوف الفيدباك شو عميحكوا عنك شو عميكتبو عنك عم تحطي هونيك جبارت تغير جيمك صح إي أاضي separato إي أاضي separato إي أضي separato إي أضي separat إي أصدرسي separat يعني إي أتضر أضي separat لأنه وقت انت تكون ضمن تشكيلي عم بنحط عليك وقفة وقبل أنك انت وقت تطلع على الأجنبة تعمل الأجنبية تبعية الأجنبية يعني أنت بحاجة تسكور في ذلك أكثر جميل لدفعي وعملت في حالي الكثير ويجب أن يحاول أن أستطيع تستخدمي وأن أستطيع تستخدمي وأن أستطيع قدرة في البنان لم أكن لدي هذا الممتع لذلك نكتب فرجت مواهبةك فرجت ما تصل فرجت كل شيء لديك في البنان تتحدث عن حالك أو تقول أنك ركزة تستخدم لماذا؟ لك أعتقد أنني أشكر أكثر بالإمارات من لبنان وهون بس بمختصر مفيد يعني بدي أشكر الدولة الإماراتية ودر قيادة وشعبها وأنت بتعرف فيها لبنانية بحدود 150 ألف 200 ألف لبنانية نقلوا بالظروف الصعب اللي نحن عايشين فيها كنا نقلوا وطول عمرها كانت الإمارات فاتحة إليها لألنا يعني في عالم نحن نكتافهم وأنا واحد منهم نحن نكتافي من وراء الدولة الإماراتية وقد عم نكتاحونيك وأعتقد أن تفكر شي سهل أنك أنت تروح تنقل من بلد لبلد أعتبر حالك أنت رايح تجاهد بنفسك ولكن تجاهد بنفسك أنت تتحدث عن أهوارز and أهوارز of work بعتبر أنا بالدولة اللي بني فيه محل من المحلات ما نعطاني حقه صراحة وأكبر دليل علي أنه وقت صارت القصة تبعية المنتخب وأنا كنت لازم نكون بالمنتخب استبعدت عن المنتخب لا بدنا نكذب عن بعض وقت طلعت من الدرجة الثانية من سونترال قدمت موسم بعقد كان وقتها كوتشي كوتش ماروان استدعيت على قطر بالطيارة كوتش باتريك سابق قال لي أنه نحنا قررنا أنه ناخد two point guards مع أنه طول عمره هني بيأخذوا ثري وبعدين لقيت أنه لأمور لا ما هيك كانت كان هو وقتها كوتش بيروت وكان فيه لعيبة بتندرج تحته بنادة بيروت وأخذهم ما بدي تخبع وراء أصبع أنا بتعرفني زالم صريح طول عمري صريح بغض النظر من كان العالم بتحبني العالم ما بتحبني بس وقت يتاكي الحق لا عادي رايدر سبط the light on السنة اللي بعدها بالمتحد فادي اللي أنا بيعتبره خي وعزيز وصديق لأليه كمان بمقابلة مع غياز ديبرا غياز سأله أنه مين من العيبة للصعدين قال له الصعدين قال له حسن دنش أنا رفعت رايد حسن لأنه آخر ثلاث سنين عابي برهن حاله سو ليه ما يعني أنا ما كنت نحط على على اللاقحة اللي هي فيها 16 لعيب حتى مش إنه 12 ال16 ما كنت نحط وقتا رحت ع قطر كان لأنه كوتش ماروان هو الأسستينت كوتش سو أنا برجع بقول لك اوز مور أبريشيتد بالإمارات وبالإمارات you get the credit of what you do you put in the work you get what you what you deserve تشتغل بتلاقي تزرع تحصد بس هذا الوضع إذا بدك اليوم فعليا تغير باللبنان أكيد تغير لأنه منهجية الاتحاد تغير عقلية الاتحاد تغير برئاسة أكرم الحلبة أستاذ أكرم الحلبة حفظ الله على قاب أكيد تغير تغير صار في شيء صار في فونديشن للاتحاد خيئ إذا واحد بيستيها ليروح ليه؟ ما عم بيروح بس برجع بقول لك يعني أنا عم بحكيك بأشياء صارت معي من 5 سنين أنا وقت تركت لبنان سمحت حالي عكل الديسجن الغلط اللي أخدتوا بحياتي ودأ on a person level أو from a career perspective وسمحت كل العالم اللي قزتنا يعني أنا هلأ بسكينة روح ما بتصدق قدي بارتقاء بمي سول بارتقاء عالي 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 لا بزعل ولا بعصب ولا بعتلهم ولا شيء كله بيدين الله أنا راضي ومسلم أنت فيك تكون راضي بس مش مسلم أنا راضي بشو الله كاتب لي ومسلم لأبعد الحدود بكل شيء عندها هالفلذة الكبد اللي عنديها اللي هو عالي ما بيعنيلي شيء بالحقيقة أبداً 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 عندها الولد مكمض الطريق فيه ناوي ترجع الدورة اللي مي؟ آآ ما بعرف بصراحة لذا مات آآ ولما بدأ أحكي جواء إذا ما أحدك هل سوف نجعل ما آآ خلاص خلاص معني معني من وعد خالياً أنت بكل أحوال حبيبي وصلك عروض عديدة هذا الموسم حسن حسن لديك كثير خلينا أقول اليوم عداك قرب عروض مظبوط بوقت حكيانا لبابيدي كمان أكيد حبيبي لبابيدي لبابيدي من العائلة. يعني بطل شخص بتعامل فيه على المستقبل وقدر حتاخد مني وحكيتني ومحكيتني. أبدا 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 أبدا. أطعا مني صار. وتحكييني قال لي حسن فيها الأدمة صارة. تحكييني فيها الأدمة صارة. لا أتكلم عن المساعدة. لكن قال لي بدك. وطلوا لك لأبيضي أنا ألعت. بالبعض بالعمل قلعت. ببعض الشيء. حتى الآن أنا في مستقبل أن أصبح شيئاً مختلفة. أعتقد أن مع كل المساعدة التي سألتحق بها. مع كل المساعدة التي سألتحق بها. فأنا لم أعطي. لذا أصبح مستقبل مدرسة. أنت أن أصبح مستقبل لا تدحق بها. أي مقالبة. لديك تقنقل، لديك التباتي، لديك التجاريز الصحيح، لديك التجاريز الصحيح، ومعارضها، ومعارضها، هذا كل شيء يحتاجك. لن تتوقف. كيف كانت الصعوبات؟ أعتقد أن هذا المطبط الذي أردت فيها، فقط الإشار الذي ستجلني إيجابي فيها، هو لأنني أعرف أن أعلم أن أذهب في آخر الطريق. لذلك أحب هذا المنطقة. إنه مجتمع المتعب للعضة المتعباتية، وأنا أعطي أني منطوري جاد فاتوح هو اللي مدربني عليها، هو اللي خلق لي إياها فيها، هو اللي عمر السنين اللي تمرنت فيهم معه، وبعدني بتمرن فيها معه، خلق لي إياها جواتي. نصنع مجموعة جميعاً معاً، مع الكثير من الأشخاص، كمان، كما نحن نحن نتحدث، سأقوم بإمكانهم. والبروجيكت كمان، رح يطلع أوفشيل بسبتمبر، نحن كنا ماشيين فيه، لدينا الكثير من ناشن تيم بلايين معي، طي عوض اللي هلأ راحت عمونتخب البنات عام 18، اللي هي عمره 16 سنة، كانت هي أصغر لعيبة، هي واحد من الأشخاص من سنة ونصف. هي معاك بدوباي عم تشتريها؟ هي بدوباي معي، حتى في سند غزال اللي هو مع منتخب الأردن، كمان هي واحد من الأشخاص. شو بقا فنظر ستوريز في كتير لعيبة؟ يعني في كتير لعيبة، أهي، في كتير لعيبة، أنا، أحاول بكتير لعيبة، أحاول بإمكانهم، ومثلات التعامل، فلا تشتريها لا شيء عادي، ترى الان، بيتشوف هلأ، ولم كان صارت، إيه، ويمكن، فالنفذ اللي كان محافظ عمر رسنين فيه هو جاد فتو، هو 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 روزنا، هو روزنا، هو روزنا، هو الرجل، الحمد لله إن شاء الله إن شاء الله أتول حسن اليوم ناطر فرصة خلي نقول هدا السؤال كل ناطره نحن نرجع نشوفك بالدورة الموسم القادم ولا قرارك إخده ولا في هذه الشغلة على كده خبرك إياها علي جابرني جابرني أن أكون بالدورة اللي بدالي هديك البرة كنت هلا تحت الهوعة بخبرة قبل ما يحكي للأبا بيدعو قصة الرياضي أنه معقول يكون في أبشن لألخ مع الرياضي لأنك تلعب كنت بالسيارة عبسوق قلت له اي جي قال لي رياضي بابا سأذهب بأبا سأذهب بأبا تاتا جدو سأذهب بأبناء قال لي ايه الأمور بعدها مفتوحة بعد ما مضيت بالإمارات أنا مع أني تلقيت كم أفر هونيك بس ام ويينغ ماي اوبشن اني ارجع الدورة اللبنانية أكيد حابب ويكون مع نادي بيطمح انه يربح اللقب وعطشان انه يعمل هيدا شيء لأنه أنا زلمي جوعان انه اربح بعد يعني بغض النظر الألقاب اللي ربحتهم بالإمارات بدي بعد ويكون مع نادي بأبناء ويكون مع نادي بأبناء ويكون مع نادي وعطشان الفور على المربع الذهب وعندك فرق المتوسط ويكون مع نادي بأبناء ويكون مع نادي بأبناء من أفضل لاعب اللبنان حاليا بلبنان حسن؟ أفضل لاعب؟ واقل من دون منازع واقل من دون منازع وبهنية من إصابات للود للود فريق كبير طامح انه يربح لآخر ثلاث شوطات شاطن بهيدا الفاينل وفعني الوصول ويكون مع نادي وبهنية ما شاء الله عليه الله يحميه وإن شاء الله بيكفي هيك ويعني هذا اللي بدي يفسلك يعني واقل من اللعيب اللي عن جد اشتغله أحكي معك بعد بموضوعين قبل ما أخذ أسئلة الجمهور في عندك كاس سؤال وصل لك حسن يوم الاتحاد اللبناني لكورية تسلي عميام الشغل جباه شفنا أكبر عقد تليفزيوني على مرأة السنوات اللي قطعت من خلال دور اللبناني لكورية تسلي هم نحكي بعشر مليون ستمية وسبعين ألف دولار على أربع سنين نبيع العقد التليفزيوني لبطولة لبناني لكورية تسلي منتخبات ثلاثة سنة الماضة تأهلوا لكيس العالم منتخب اللبناني عمر شغل حلو كتير ضمن التصفيات المؤهل لأمبياد باريس ٢٣٤ النوائد اللبناني على رأس نادي الرياضي بيروت فازوا بلقب بطولة أسيا منتخبات وطنية الفئات العمرية يتزعموا المنطقة مرة جديدة نعم كيف يمكنك تسليف المنطقة المنطقة مرة جديدة حسن للاكاديميز صح احبلشتك بآخر الحديث شفت بسقلت انت الفئات العمرية وهي دولة ذاتس هاو يو بلد لأنه بانوا من تحت قدرت انت آخر شي تشاري اون طوب انك انت اللي زرعتو تحصتو هيدا واحد تاني شي الجمهول اللبناني بيستاهل انه يكون عب يتتوج بهيدا الديل لانه بيستاهلوا انه يكون الباسكت اللي نحنا بنشوفها وانا بعتبره قوى دوري بالمنطقة بايدو ويصار تالي شي بديهني الاتحاد على رأسه بريزنون اكرم الحلبي على الشغل اللي قدموه فيه شغل اكيد هلا اكتر انت بس توصل على اول مرحلة وتاخد عشرة مليون وقتقال بريزنون اكرم انه بديوصل لخمسة عشر اي تنك هلا اللي جاي اصعب عليه من العشرة انا بعدنا بتذكر وقتبلش ورجع وعى الدولة اللبنانية عى البطولة عملوا بلا اجانة برجع فوته اجنبي واحد ورجع اجنبي هيدا هيدا الجرني اللي مرأه فيه هو اللي اول اتحاد هو اللي خلاه يمرق بالالتحاد وبعدنا بذكر اكتر من المقابلة كان عاب يقول انه انه بي بي بيشن بي بيشن بي بيشن والله وصلنا اعتقد انه هلا بلش الشغل وهيدا اللي لازم نحافظ عليه وبعتبر اللي عب يصير الـ اللي انا بعتبر نادر رياضه هو سفير لهاللعبة صار الشغل اللي عب يعملو بادارته بالكوتشنج ستاف باللعيبة لاخر جندي عندن هو اللي عب يخلي هيدا يجعل اللعبات والمنتخب اللي عب يقدم ربحه وقته انجولا حتى ضد بحامس وكنت ما معك واقل لا واقل ولا امير ولا كذير هناك الكثير من المقابلات عب يفرجوك انه انت عتقدم بس هلا عب يبلش شغل يعني ما ننام ونقول اعتقد هلا ببلش اعتقد هنه وعيين انه اكيد مرح علون شغله لكن هنه اعرف كل شي وهلا اكيد عندن خطه ليشوفوا شو بدن يعمده اذا صحلك فريق بلبنان تلعب ما ايه فريق لبنان بتختار اعب قللك فريق بيتمح انه يربح من الطب ما عندي مشكلة عندك ثلاث الطب فلا لكن الرياضة هلا مدججين ما رح يجي يقولوله اعتقد بين الحكمة وبيعتبر اي كود اعادت للحكمة هذه السنة صراحة بس ما قدرت تروح لان اكيد بيروت اكيد بيروت وحكمة ما عندي مشكلة ما عندي مشكلة اي فريق انت قتلت فريق طامح ايه طامح انه اوكي طامح ما هو كمان الهومنتمين اذا كمان جابوا لك ثلاثة اجانب انا ما اعتبر من لست اي كمان يود بي ايبل تتشانج سنة ايه يعني معاولة شوفك عشان تنهيلي اياها عبالك ترجع اكيد عبالي حسيت هاي وقت فتع الملعب بقطر وفتت هيك الجمهور طيب قلبي صيدق يعني طيب يعمل هيك قلبك هكس كان عبام خلينا شوف اسئلة الجمهور سلطان تعتيننا اصلا شوف اسئلة الجمهور يعني بتعرف انت كم ميسج وصل لي بس العالم عرفت انه ضيف اليوم بالحلقة هو حسن لندا شوصي انت بعيد شوي على الاطلالات الاعلامية صار لك فترة حسن لا ابدا انا مدت اكتف برجع بقولك شغلي معا بيسمح لي يعني في عندك سؤال في عندك إليهايكل بيقولك موست ديديكيتد ان سكيل ديفاليبر في عندك يا جاند ظاهر أطلال شامي بيقولك أطلال شامي بيقولك أطلال شامي بيقولك لا نشوف بإذن الله إذا الله كتاب لنا بإذن الله يعني بعد الحلقة رح تقوله لحمد البريدي انا مرفضت العروضات فرجيني شوي عندي نعم لا نشوف هيا زرعوني بيقولك كوتش حسن واسيم محسن بيقولك ماذا هي المحسن من المحسن المحسن من المحسن جيب كل هدول الاشياء اللي عملتن together. الباشن بيرجع انه في كتير عالم they have a dream to play abroad, يعملوا كارير كتير كبير بحياتهم to build a legacy after them to keep a legacy or whatever so I wanna help them the same way. هلا مكين عندي كتير عالم يساعدوني. جاد are one of the one of those people alongside a lot of other people. يعني few people اللي هن قدروا يساعدوني for why not أعطي من خبرتي أعطي من my knowledge أني ساعد هدول ال young talents انو يوصلوا. اخر سؤال راح انه في معاك بيسألوك what are your thoughts عن عمير سعود as captain of al-رياضي عمير there is no comment on him honestly عمير is a great player جوهرة بقلب الرياضي and a great added value للفريق and I think Barhan كان نايم بالبيسأل كان نايم بالبيسأل he showcased his talent what he's made of بالفاينل والفاينل ووقتا راح على الدور السوري يعني لازم ننبست بهك لعيبة وديرهم وائل علي حيدر جوزة العوم اللي بهنيه على الموسم والكوتشية اللبنانية اللي هلا بتشوفهم يعني ماروان خليل برا في كيل كوتش فؤاد أكيد اللي عمل اللي من ولا الشيع بيعمل شي صراحة يعني وقت راحة ليبيا أنا شفت العيبة اللي حواليه he's a great 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 manager he knows what he's doing he's a يعني بتقله بدي أربح وطولي يقول لك طعا أنا بعمل لك كل شي انت عود وهي did it for 10 years فيك تجي تقول لي كان معه أحسن العيبة كان تقول لي بجت كبير بجت كبير في عليه مسؤولية متن ما هلأ فران علام مسؤولية كوتش فران في مسؤولية بالمصاري وقت حط مصاري بين إيديك هاي مسؤولية he was able to dominate and conquer أنا ما بنسى قيمه مع مع أهدادي وقته بمهرام وقته يربح بطولة آسيا alongside وقته كان في زين الأردني ومهرام وكلها دوق في smart gilas the guy was doing miracles مع هدول العيبة he knows how to get the right pieces join them together and do miracles حاصل نندش what is the pleasure having you حبيبي same here same here أنا بدي هنيك يعني كمان متابعك بعرفك وين بلشت وين صرت هلا صرت you're sponsored by Puma هدا كله اللي زرعته بتحصده I'm really proud of you كمل stay humble هدا اللي بقوله لكل العالم ما يهمك العالم شو بتعطي رقية فيك اليوم صديقك بكرا عدوك اليوم عدوك بكرا صديقك خلي إيمانك ب الله كبير الحياة فيها بلاءات كبيرة بس I think through الإيمان تبعولك تقدر تتخطى كل شي بحياتك I love your peace by the way I love you حسونا حبيبا البتانك خيئ للك فهدا المتابعين عبر منصة طول لبنانيك توصل حلقتنا معكم للختام مع حسن دندش العائد مركز موصل القادم إلى دورة اللي بتاني الكرة تسلي هذه رح نكتشفه بالأيام القليلة القادمة خلى عينكم دايما على هون الدنار رح نشوفك بالدورة إن شاء الله